مرحبا بكم مستمعي دابنق الأعزاء لحلقة جديدة من برنامج سمعنا صوتك مع عمر عبدالعزيز طرحنا عليكم اليوم الاثنين سؤال واستبيان عن موضوعين مختلفين بنبدأ معاكم بالسؤال الكان على النحو التالي أصدرت قوات الدعم السريع قرار بمنع صلع الصادر المتجهة من مناطق سيطرتها إلى مصر ما رأيك؟ السؤال دا لقى استجابة كبيرة منكم عبر الرسائل الصوتية المرسلة لمجموعات دابنقا في تطبيق الواتساب وبنستعرض معاكم فيما يلي جانب من هذه الرسائل الصوتية الكانت في غالبية مؤيدة للقرار أحد المشاركين أعرب عن تأييده لخطوة الدعم السريع ووصف الخطوة بأنها أفضل قرار فأفضل قرار يعني نحن شايفينه أنه منع صادرات الموارد والثروة الحيوانية وغيرها من ثروات الدهب والموارد الزراعية دا أفضل قرار تم أخذه من قبل قوات الدعم السريع وده أصلا الحاجة العملاء كان السوار في ترس الشمال أو ترس الحمد أنه ترس ثلاثة أو الأربعة تروس رفضا لتصدير الثروة السودانية إلى دولة مصر فالدولة المصرية هي ما دارة يعني خير للدولة السودان وما دارة تكون في تناقل سليم للسلطة وما دارة يكون فيه يعني قانون أو تكون في دولة واضحة في السودان وحتى الآن مصر هي الدولة الوحيدة الواقفة في السلام إنما دارة السلام يحصل حقيقي في أرض الواقع وتتم بنا الدولة وجيش موحد من كل السودان لأنه أول ما يتم الحاجة دي حيقطع على حاجات كثيرة وهي الكلام ده ما داره مشارك آخر قلل من أهمية هذا القرار واعتبر إنه قوات الدعم السريع ما عندها آلية لتطبيقه درار يعني ما هما ما عنده الآليات لتطبيق هذا القرار أولا يا عالمين ده ما الاستعمار في طريق بتاع الطهريب لمصر ده ما تقفل ولا حي تقفل أسف الغريب العاجل اللي هو ضربه الأربعين اللي هما ده بتفشي بالجمال ده طريق قديم جداً جداً بتاع الطهريب بتفشي الجبال معاول السمع زمن الكيزان قبل الكيزان الطريق ده اللي هو بتاع الصادر ده بالصحراء ده ما وقف إلا في المصابل الدولة يكون عندها آلية بهليكوبترات طيارات شرطة وقفها الطريب تمنع الكلام ده بالنسبة للقرار لسي ده اللي هو القرار الكيدي هو في الحقيقة أنا تابعة الموضوع ده بل الرجل يعني بفهم في الاستيراث والتصدير الشخص للجمال يعني عندي خبرة أكتر من أربع أو تلعين سنة في المجال ده الحاجات اللي السي جاية دي المنوعات العربات دي ما عنده ما عنده هاي علاقة بمصر ولا ماشية مصر دي كل حاجات ماشية للخرطوم يكونوا مواضحين يعدنوا إنه القرار بتلحظر بتاعهم ده الخرطوم أما الحاجات البيتية مصر دي عنده طرقها البتمشبية واللي هي طرق قانونية أنا بتكلمك عن الطرق القانونية يعني طريق قانوني عايسي يعني زون مصدر عنده سيجيل المصدرين والموردين يطلع في الميكس ببنك السودان اللي هو إلكتروني إذا كان ماشية أو دودا وده بالمسا ماشية عادي لأنه مصر أساسا عندها الشركات أحد المشاركين قال إنه أي دولة تصل واردات السودان لابد إنها تشتريها بالعملة الصعبة طيب أنا المواطن إبراهيم محمد السنوزي من ولاية الشرق دارفور محلية بحر العرب وبكام القوة أدعم الغرار الصدر من قائق وادة دعم السريع بمسا عاية لا فول لا سمسم لا العنباس لا الماشية عندما تمشي لمصر وده غرار في محله هنا لازم الحاجات حقيتنا تكون قاعدة عندنا وخلي الزور من هناك يجي يشتري بعد عملة الصعبة يجي يشتري من هنا لكن من وديالي في محله هناك وهو من هناك خط يبيع بالسعر بقروش مزورة يعمل قروش مزورة ويشتري من هناك ويمشي هناك خط خط الدباجة حقته وإنه جاية الحاجة جاية منه ومصدره دي حاجة دي يعني الحاجة نحنا المعبنى المهم ده غرار في محله ونتمنى الغرار ده كانت تخذ من بدري يعني لكن أنتاتي متأخرة من الخير منها لا تعتي جزاكم الله خير وبرك الله يفيد واحدة من المشاركات عبر الرسائل الصوتية ركزت على زاوية أخرى بعيدا عن تأييد القرار أو عدم تأييده وقالت إنه الخطوة دي بتعكس حالة اللا دولة في السودان بسم الله الرحمن الرحيم إخلاز علي بالنسبة للغرار الصادر وموات الدعم السريع بأنه منع الصادر المتجه من مناطق السيطرة يعني يتبعون إلى مصر يعني الغرار ده بيوري إنه نحن يعني الحالة بتاعت الإنجسام وحالة اللا دولة اللي نحن بنعيش فيها وإنه طرفية الصراع كل طرف بيحاول يصدر غرارات ويفرض سيطرته في المواقع الواقعة تحت السيطرة بالنسبة ليه دي الحاجة الحاجة التانية برضو بيورينا إنه يعني الحرب أخذت بعد ذا منحة جديد في إنه الصراع يعني ينتغل بدل إنه صراع داخلي بيقى حتى في الحلفاء بالنسبة للطرف الثاني من الصراع برضو الآن يعني بيدخلوا في شكل الصراع بصورة مباشرة وده كله برجعنا لإنه يعني المضرر الأول والأخير من الحاجة دي المواطر وإنه الحالة بتاعت الله دولة لأن إحنا هسي الآن بنعيشة دي يعني حتفقدنا يعني حاجات كثيرة يعني حتى العلاقة مع دول الجوار يعني حتبقى متوترة لكن طبعا الغرار ما غريب وبهي تماشى تماما يعني مع الشطاب الأصدر وغاية ضغوات الدعم السريع وفي النهاية نحن والله يعني بنتمنى إنه الحرب دي تنتهي والناس تلجأ للحلول التفاوضية وللسلام يعني عشان نحافظ عليه ما تبقى من الوطن وشكرا ومشارك آخر قال إنه القرار جمت أخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سيزاء الدبنجة أنا لقيت استبيان بالنسبة للقرار المني تزدار أو التزدير اللهم الحاجات المؤخرا قام به دعم السريع لجانب المصر أنا كمواطن سوداني بأعيد الغرار دا يعني رغم جامو تأخر لكن غرار سقائب يعني في محله أنا بأعيد هذا الغرار تسلم كثير كما أغرب أحد المشاركين عن اعتقاده بأنه كل بلد لا بد أن تتمتع بالاستقلالية وحرية القرار في تصدير منتجاته دا غرار أنا أأيده بشدة لا بد الإنسان أن يكون يعني له استقلاليته وليه يعني موارده وكده فنحنا الغرار دا هو رغم إنه كانت يعني يمكن أغرار شوية صعب لكن نشوف ما في حلاوه بدون نار نحن لازم يعني شنوب صادراتنا دي ما تمشي باي حال الأحوال بطريقة بتاعة ابتزاز وبطريقة بتاعة سعلبة كده وياخد حقنا ويمشي وكده نحن محتاجين حياتنا دي نحن عندنا يعني الكينون فيه نصدر حياتنا ترفيد لينا يعني مواردنا وكده ما تتقوى عليها أي دولة تانية المهم أنا بأي دا الغرار دا بشدة وأنا والله الغرار دا يعني رتحت ليه خالص أنا شخصيا يعني دا رأي الشخصي بدون أي أنا ببتكر أنه شفت الأحوال بأي طريقة ونطرب ما هو مفروض تمشي أصلا لأي دولة أي أو تمشي لأي دولة بإرادتنا نحن كسودانين أو كدولة أو كإقليم أو كيعني نحن ناس منتجين مش تمشي وأشعر نستفيد منها ناس محددة أو دولة ناس محددين أو دولة محددة المهم على كل أنتو استطلعتوني في رأيانا دا رأيانا الشخصي وإنه غرار صعب وصعب لكن ما في حلاوة بدون نار ونحن لازم شوف ناس بموتوا أهوان هالموت ولا أهوان صعوبة الغرار في النهاية إن شاء الله سبحانه وتعالى نحن ننتصر والحرب دي ما إلا يعني سلاح حرب دي بشتى الطرق يعني زي ما هم بحاربون بطرق شتى نحن ورضو ذا حقنا نحن ما نعتبر حرب ذاتا يعني ندي مواردنا نحن ونحن يعني عندنا الحقية في أنه مواردنا دي نديها للدائر نديها لي ونتعاون مع الدائر نديها لو بدون أي ابتزاز وبدون أي سعلبة ولا حتى يعني تغول على مواردنا نحن شكرا جزيلا الأعزاء مستمعي راديو دابنجا الآن بننتقل معاكم من السؤال للاستفتاء الكان على النحو التالي دخل الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل اتفاقية عن تبي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد بصورة رسمية وأعلن وزير المياه الأثيوبي أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيؤدي لإنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي ستتولى إدارة موارد النهر بشكل مستديم لكن السودان مصر أعلنوا أن الاتفاقية غير ملزمة ليهم لمخالفة مبادئ القانون الدولي هل ستؤدي هذه الاتفاقية برأيك إلى المزيد من التوتر في المنطقة؟ ده كان سؤالنا والغالبية العظمى من المشاركين في الاستفتاء كانوا مع الإجابة نعم لغاية الساعة ثلاثة بعد ظهر يوم الاثنين بتوقيت السودان مع تفاوت بين منصات دبنغا المختلفة على موقع X صوت 92.6% بنعم يعني بيفتكروا أنه اتفاق عن تبي سيؤدي إلى المزيد من التوتر مقابل 7.7% للإجابة لا وهي نفس النسبة الحصلت عليها الإجابة الثالثة لم أكون رأيا ومن موقع X إلى موقع فيسبوك حيث حصلت الإجابة نعم على 83% من أصوات المشاركين مقابل 11% فقط للإجابة لا بينما قال 6% إنهم لم يكونوا رأيا وبنذكر مرة تانية إنه هذه النتائج لغاية الساعة ثلاثة بعد ظهر يوم الاثنين بتوقيت السودان مستمعين الأعزاء عبر راديو وتلفزيون دبنغا وعبر صفحاتنا المختلفة أنتوا كمان ممكن تعلقوا على الأخبار البننشرة في منصات دبنغا على فيسبوك وX وYouTube وساوند كلاود وممكن تشاركوا في المواد التفاعلية البنطرحة في هذه المنصات روابط المنصات دي بتلقوها أعلى صفحاتنا الرئيسية على شبكة الإنترنت وعنوان الصفحة هو دبنغاسودان.org العنوان مرة تانية دبنغاسودان.org بتلقوا في الصفحات دي آخر الاستبيانات والأسئلة البنطرح عليكم يوميا وممكن كمان ترسلوا مقترحات بالموضوعات العايزين نطرحها للنقاش أما لو كنتوا بتفضلوا المشاركة عبر تطبيق واتساب ممكن ترسلوا رسالة صوتية أو نصية إلى الرقم 0212-0830470 الرقم مرة تانية 0212-0830470 شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة كان معاكم عمر عبدالعزيز في هذه الحلقة من برنامج سمعنا صوتك نحن في انتظارك سمعنا صوتك